ينضم إلينا من القاهرة مراد الغارتي عضو الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الإنسان اليمنية سيد مراد الحديث هنا عن هذه الحكومة والتي تعد التنفيذ العملي لاتفاق الرياض ما هي دلالات هذا التشكيل؟ مساء الخير دلالة هذا التشكيل أولا أنه أن هناك إرادة سياسية قوية للعودة للصف الوطني الجارب الآخر يتعلق بدعم الأشقاء لهذه الحكومة من أجل الاستقرار والسلام الجارب الثالث يتعلق بمسألة توحيد القهود باتجاه تحرير ما تبقى من المناطق من ميليشيات الحوثي الانقلابية الجارب الآخر هو متعلق بالمسائل القادمة والخاصة مثلا بتقديم الخدمات بالشأن الإنساني بقوانب أخرى كثيرة لاستقرار الأمني ونزع السلاح وإعادة توزيع السلاحة والتموضوع بالنسبة للقوات العسكرية والأمنية وتوحيد قهودها باتجاه شمال اليمن طيب يعني كل هذا الترحيب من قبل أطراف دولية متعددة منها الإمارات والسعودية والبحرين وحتى أطراف والأردن ومصر ودول غربية بريطانيا والأمم المتحدة إذن ما هي التحديات التي تفرض على هذه الحكومة وهي بالفعل قادرة على أن تواجه هذه التحديات بالفعل كل هذه الترحيبات لأنه كان هناك تعليق لعمل الحكومة منذ أكثر من عام منذ أن كانت في عدن وبسبب الاختلافات التي حصلت أو الصراع الذي حصل سابقا بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية أو قوات تابعة للحكومة الشرعية والتي تم إعادة ترتيبها من خلال اتفاق الرياض وساهم الأشقاء جميعا في هذا الموضوع هناك طبعا كثير من الملفات التي تواجه هذه الحكومة وهي مسألة معالقة الاختلالات السابقة إعادة ترتيب الملفات الأساسية المتعلقة بالجانب الأمني ومواقهة النظام الإيراني أو أذرع النظام الإيراني في اليمن هناك أيضا ما يتعلق بالمسائل الاقتصادية مسائل تعلق أيضا بمخلفات الحرب في المناطق المحررة هناك الكثير من الملفات والتحديات التي تواجه هذه الحكومة وبالطبع أعتقد بأن هذه التشكيلة وهذه الحكومة هي حكومة كفاءات وأغلب الوزراء الموجودين فيها هم صعدوا من نفس المناصب أو نفس المقالات التي أصبحوا وزراء أو قائمين عليها وبالتالي ستكون المسألة هناك توحد وهناك قطة واحدة وواضحة بالنسبة لهذه الحكومة صحيح أن هناك تقاسم من قبل الأحزاب أو تقاسم الشمالي وقنوبي أو 12 وزارة من الشمال و12 وزارة من القنوب لكن المسألة مرتبطة أيضا بموضوع الكفاءات وموضوع الخدمات التي يطالب بها الناس نحن لاحظنا منذ تشكيل الحكومة يوم أمس وحتى اليوم نزور سعر الدولار مثلا وهذا مؤشر قيد أن عودة الحكومة أو تشكيل الحكومة وعودتها إلى عدن سيشكل أيضا جانب إيجابية أو نقطة انطلاق إيجابية بالنسبة لليمن وبالنسبة حتى للمواطنين في الداخل وأيضا بالنسبة لكافة الملفات القائمة أو التي تحتاج إلى إعادة الترتيب إذن من القاهرة مراد الغارتي عضو الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الإنسان اليمنية شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر